عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج ذات الأولوية بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الانتاج التي سيتم استيرادها وأضاف أنه يتم العمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي حتى يتسنى التنصيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها كما شدد مدبولي على أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة